البوابة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس بوابة تقدم العديد من الخدمات لأعضاء هيئة التدريس بشكل إلكتروني يوفر الوقت والجهد كما أنه يوفر معلومات حديثة عنهم وعن أبحاثهم وعن الجوائز الحاصلين عليها يقوم العضو بتسجيل دخول من خلال أيقونة تسجيل على الدخول يطلب منك الموقع إدخال البريد الإلكتروني الأكاديمي الخاص بك ثم إدخال الرقم السري الخاص بك عند إتمام الدخول تظهر لك الصفحة الرئيسية لعضو هيئة التدريس والتي تحتوي على بيانات إحصائية بعدد الأبحاث والجوائز ونسب الاقتباس الخاصة به وعلى الجانب الآخر يظهر لك قائمة جانبية تحتوي على البيانات الشخصية والتي من خلالها يستعرض البيانات الخاصة بعضو هيئة للتدريس ويمكنك تعديلها بالضغط على تعديل الملف الشخصي قائمة البيانات الوظيفية والتي تحتوي على كفة بيانات الدرجات العلمية الحاصل عليها يمكن إضافة درجة علمية من خلال الضغط على أيقونة إضافة تعليم وكذلك التدرج الوظيفي لعضو هيئة التدريس كفة المناصب القيادية التي يتقلدها العضو ويمكنك أيضا إضافة أي منصب من خلال للضغط على أيقونة إضافة تدرم وظيفي قائمة النشاط العلمي والتي تحتوي على بيان تفصيلي بالأبحاث العلمية المؤتمرات العلمية ورش العمل التي شارك بها قائمة خدمات عين شمس الذكية طلب تعديل بيانات يقوم من خلاله العضو بطلب تعديل بياناته من خلال اختيار البيان المراد تعديله وإدخال البيانات الجديدة من خلال النموذج المعد لذلك طلب إفادة إلكترونية للتقديم الترقية أو للتقدم لجائزة علمية أو المشاركة في مؤتمر طلب بيانات إفادة للحصول على أي مستند ورقي في حالة الإعارة أو صورة طق الأصل من ملف العضو وأخرى بوابة النشر الدولي للتقدم للحصول على جوائز النشر الدولي بوابة جوائز عين شمس للتقدم للحصول على إحدى الجوائز الخاصة بالجامعة بوابة المشروعات للتقدم للحصول على تمويل مشروع بحثي بوابة الأبحاث العلمية للتنمية المستدامة بوابة البحث العلمي فيما يتعلق بالبحث العلمي بالجامعة وأنظمة أخرى مختلفة